هزة بقوة أربع درجات فاصلة أربعة في أعماق البحر المتوسط يرتد صداها في تلكيا ولبنان والأراضي الفلسطينية هيئة الأركاني الأوكرانية تؤكد صد هجمات روسية عنيفة على دنباس قبل يومين من ذكرى بدء الحرب وسط سباق في التسلح الصين واليابان تجريان أول محادثات أمنية رسمية منذ أربع سنوات أسعد الله صباحكم مشاهدين بكل خير وأهلا بكم في هذه النشرة الجديدة والمفصلة من العربية نبدأ النشرة إذن من أخبار زلزال في تركيا حيث أعلنت إدارة الكوارث التركية عن حدوث هزة اعتدادية جديدة بقوة أربع درجات فاصلة واحد على مقياس رختر في قهرمان مرعش كما أعلن المركز الأمريكي للزلازل من جهته عن تسجيل هزة اعتدادية بقوة أربع درجات فاصلة أربعة على سلة مرختر وتم تسجيل مركزها في أعماق البحر المتوسط قبالة لبنان مواطنون من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أحسوا بالهزة العنيفة وفي إيران تم الإعلان عن هزة بقوة خمس درجات فاصلة خمسة بمقياس رختر ضربت مناطق بمحافظة فارسة جنوب غرب البلاد هذا ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك علاقة بين هذه الهزة الأرضية التي تم الإعلان عنها في عدة دول في وقت متزامن هذا وتواصل سلطات تركية احتواء تبعات سلسلة الزلازل والهزة التي ضربت البلاد طيلة الأسبوعين الماضيين إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد أعلنت أنها نصبت أكثر من ثلاثمائة ألف خيمة في الولايات المتضررة من زلزال قهرمان مرعش جنوبي البلاد وأشار بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه جرى إقامة مخيمات في مائتين وسبعين نقطة الأقل في الولايات المتضررة مؤكدا أنها تلبي الطلبات الفردية أيضا للخيام هزة أرضية في هتايا التركية أكمل التربير ما تضرر من مبان في الزلزال الأول قوتها كانت 6.3 على سل ميريختر ستة آلف هزة أرضية وأكثر خلال الأسبوعين الماضيين ضربت جنوبية تركيا وشمالية سوريا منذ أول زلزالين في السادس من فبراير الحالي كل الارتدادات التي ضربت تركيا وسوريا والبلدان القريبة كانت عند الأربع درجات على سل ميريختر إلا أن زلزال أمس فاقت 6 درجات الأمر الذي أثار تساؤلات حول ماهيته هل هي هزة ارتدادية أم أنه زلزال آخر؟ علميا حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تكون الهزة الارتدادية أقل قوة من الزلزال الرئيسي وتتناقص تدريجيا إلى أن تنتهي هذا يدل أن المنطقة المنكوبة هي في ذروة النشاط الزلزالي الهيئة الأمريكية أكدت أن الزلزال الأول في غازي عنتاب تسبب في كسر على الفالق الزلزالي طوله يصل إلى 350 كيلو مترا ويتطلب هذا النوع من الكسور إلى وقت طويل لكي يلتأم وبالتالي يجب توقع حدوث هزات أخرى الأخبار الكاذبة والتنبؤات غير العلمية التي انتشرت عبر وسائل التواصل أثارت دجرة وزادت مخاوف الجمهور لكن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية نفت بشكل قاطع قدرة التنبؤ بالزلازل الكبيرة أنس نماسي العربية ومن هطاي مشاهدين ينضم إلينا موفد العربي عبدالقادر خاربوش أهلا بك عبدالقادر وهل شعرتم بهذه الهزة الإفتادية الجديدة اليوم في هطاي عبدالقادر؟ نسبيا يعني لأن هنا في هطاي حيث أتواجد هناك حركة كثيرة للأليات الكبيرة والضخمة التي بدأت تعمل على إزاحة الركام في المناطق المتضررة والمباني التي سقطت ولذلك لم نعد نفرق بين الهزة الأرضية أو مرور شاحنة فكلما كان هناك نوعا من الصدى الكبير نشعر وكأنه زلزال جديد أو هزة جديدة فهناك نوع من التعود ليس علينا فقط نحن كأطقم صحفية ولكن حتى على من يتواجدون في هذه المنطقة طبعا تشاهد خلف بعض الحركية وكأن من الوهلة الأولى تبدو وكأن الحياة عادت إلى طبيعتها لكن هذه الحركية كلها مرتبطة بالزلزال الزلزال الثاني خصوصا هنا في منطقة دفنة بهطاي هذا هو مركزها وهنا حدثت الزلزال الثاني أول أمس مساء أول أمس الذي بلغت شدته 6.4 على سلم ريختر هناك استنفار كبير هناك حركية كبيرة لاحتواء تبعات هذا الزلزال الجديد الذي أدى إلى سقوط باقي البنايات التي كانت متصدعة وكانت قد تحملت نوعا ما تبعات الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة عموما في 6 فبراير الماضي هناك خيام منتشرة في كل نقطة تقدم المساعدات هناك انتشار أمني كبير من مختلف التشكيلات الأمنية التركية من جيش شرطة درك في مختلف محيط هذه المنطقة وبالخصوص عند محيط المباني الحكومية نشاهد من هذا الجانب بعد تمثال سليمان أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة الذي يبدو أنه صمد في وجه الزلزالين الكبيرين لدينا ضرباء المنطقة لم يسقط تمثاله وبقي شامخا فوق ذلك المجسم في حين أن المباني الحكومية خلفه تضررت بشكل كبير هذا مبنى البلدية لم يسقط كلية لكن أجزاءه الداخلية كلها سقطت وتبعثرت أوراق ووثائق ومستندات المواطنين في هذه المنطقة خلفه بنايات أخرى حكومية كلها صارت مستوية على الأرض ولاحظنا كيف أن كل الوتائق والمستندات والطابعات طيب عبد القادر بالحديث عن هذه المباني المتضررة الحديث عن إعادة الإعمار كان قد بدأ يأخذ حيزا كبيرا في حديث البسؤولين الأتراك في الأيام الماضية لكن بعد الزلزال الأخير والهزات الإثلادية الأخيرة والتخوفات من هزات المقبل أيضا هل من تطورات في هذا الملف؟ قد يكون الموضوع سابق لأوانه وهذا ليس كلامي وإنما كلام كثير من المسؤولين السياسيين هنا في تركيا قد يكونوا معارضين طبعا للسلطة الحاكمة أو لإتلاف الحاكم هنا في تركيا لديهم من المبررات لكي يقولوا بأن إعادة الإعمار سابق لأوانه في هذا التوقيت على الأقل أو حتى قبل ثلاث أشهر التي ستلي هذه النكبة لأن حجم الدمار كبير جدا يحتاج مبدئيا أو أزمة احتواء يعني لمساعدة المتضررين هذه هي الخطة الاستباقية والاستعجالية التي يجب التركيز عليها لأن حتى مع نصب هذا الكم الهائل من الخيام لكنه ليس حلا الجو بارد والطقس صعب جدا والظروف صعبة لهؤلاء الناجين الذين يقطنون هذه الخيام نحن قضينا ليلة في العراء مثلهم داخل المركبة داخل السيارة قد نكون أوفر حضا مقابل من يبيتون داخل تلك الخيام لكن الجو بارد وقارج جدا ظروف الحياة صعبة كنا صباح اليوم عند بزوغ الشمس تجولت في تلك المخيمات رأيت أطفالا من شدة البرد يعني خدودهم ووجوههم صارت متشققة صار لهم تشققات في وجوههم تحدثت مع بعض الأولياء يعني يحكون بأن هناك أمراض قد تصيب أبنائهم وبدأوا يشعرون بأمراض في أطرافهم وكل شيء فهذا يتطلب تدخلات إنسانية عاجلة لنقلهم إلى بيوت على الأقل البيوت المجهزة التي كان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيبلغ عددها حوالي 100 ألف غضون إلى غاية شهر مارس أذار المقبل ربما تكون هذه الحلول التي ستنقس من معاناة هؤلاء لكن الخيام في هذا الوقت الصعب التي عاشها في الأسبوعين الماضيين أعتذي منك عبد القادر هذا ما سمح بالوقت شكرا لك منها طايق وتمعنا موفد العربي عبد القادر خربوش هزات ارتدادية متواصلة مشاهدين إذن آخرها تلك المسجلة هذا الصباح في البحر المتوسط الهزات تثير ذعر السكان حيث تقعوا حتى البعيدين عن مكانها لكن ما طبعت هذه الهزات وهل يمكن أن يلحقها زلزال آخر أقوى كما تقول التحييلات المتداولة اتجاه تصاعدي تتخذه الهزات الارتدادية التي أعقبت زلزال سوريا وتركيا عددا وقوة حيث وقعت أكثر من 6040 هزة ارتدادية وصلت قوة إحداها لـ 6.4 درجة أي بمثابة زلزال آخر هذه الحقائق أضيفت إلى تحليلات تهويلية وتنبؤات بأن الهزات هي تمهيد لزلزال أكبر وأقوى لكن ما هي الهزات الارتدادية وهل فعلا هناك زلزال آخر متوقع أكثر تدميرا وفق خبراء جيولوجيين كلما كانت الهزة الأساسية قوية كلما تبعتها هزات ارتدادية أكثر على مدى أطول يمتد أحيانا لأيام وأسابيع وحتى أشهر فعند وقوع زلزال قوي يتحرك قسم كبير من الفالق الزلزالي المسبب ولكن ليس بالكامل وبالتالي القسم الذي لم يتحرك سيواصل تحركه بعد الزلزال لحين عودة الأرض إلى طبيعتها وهو ما يسبب الهزات الارتدادية خبراء أكدوا أن بعض الهزات لم تكن ارتدادية بل هزات مستقلة حدثت على فوالق أخرى نتيجة ضغط تسبب به الزلزال الكبير على ما يحيط من فوالق أما التحذير من إمكانية وقوع زلزال أقوى فاحتماليته ضعيفة وفق علماء بحكم عدم اتصال الفوالق لسيما أن الزلزال القوي الذي ضرب قبل أسبوعين حرر القسم الأكبر من الطاقة الضغطة فيما القسم الآخر ينتقل من مكان إلى آخر ويحدث الاهتزازات فاصل المشاهدين ونوصل بعد هذه النشرة أهلا بكم مشاهدين من جديد نوصل نشرتها من تطورات الحرب الأوكرانية حيث تستعل المعارك شرقا في قليم دونباس قبل 48 ساعة من الذكرى الأولى لاندراع الحرب في هذا السياق كشفت هيئة الأركان أن الجيش الأوكراني صدى اليوم هجمات روسية قرب سبعة مواقع في دونيسك ولوغانسك القوات الأوكرانية بالمقابل هاجمت قواعد مؤقتة للجيش الروسي واستهدفت منصات أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات هذا وخلف القصف الروسي على خيرسون أمس خمسة قتلى وستة عشر جريحا على الأقل وفق ما أفادت إدارة خيرسون العسكرية من جهته طمأن محافظ مدينة ماريوبول السكان بأن نظام الدفاع الجوي الروسي يعمل بشكل جيد وجاءت تصريحاته بعد سماع السكان في المدينة دويا في جارة ليلا محافظ ماريوبول أكد أن نظام الدفاع الجوي صدى هجمات دون وقوع إصابات أو أضرار كما قال ونشر هذا خبر عاجل موسكو تقول إن هجوم إلكترونيجا أعطى رسائل غير صحيحة بقرب وقوع هجمات جوية على مناطق روسية وسنوافقكم بمزيد من تفاصيل حال وردها أشهد رئيس الأوكراني فرودمزي بصمود قوات بلاده على خط المواجهة وقال في خطابه الليلي إنه لم يطرأ أي تغيير على الخطوط الأمامية رغم الضغط الكبير من جانب القوات الروسية أكثر التقارير اللافتة هي تلك الواردة من دونيتسك والوغانسك قواتنا تتشبث بمواقعها على خط المواجهة في شرق أوكرانيا ضد الهجمات الروسية المستمرة والتي لم تتوقف على الرغم من تكبدها خسائر فادحة من المهم جدا أن نذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على الخطوط الأمامية على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها القوات الأوكرانية وأشكر جميع مقاتلين الصامدين في الجبهات الأمامية وفي رد على انتقادات قائد مجموعة فاغنر بشأن البيروقراطية العسكرية نفت وزارة الدفاع الروسية التقصير في إمداد قوات المتطوعة في أرتيمو فيسك بمدنة باخموت بالذخيرة وأضاف البيان أنه في غضون يومين فقط تلقت الوحدات القتالية المتطوعة 1660 قذفة صاروخية لقاذفات الصواريخ المتعددة وأكثر من عشرة آلاف قذفة للمدافع ذات العيال الكبير ومدافع الهون كذلك استلمت 986 قطعة ذخيرة مخصصة للدبابات وأكدت الدفاع الروسية أن جميع طلبات الذخيرة التي تحتاجها الوحدات المتطوعة خلال الشهر الجاري سيتم تقديمها خلال الأيام المقبلة يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم محادثات في وارسو مع أعضاء مجموعة بخاريست 9 والتي تضم دول الجناح الشرقي لحلف الناتو ومن المقرر أن يجدد الرئيس بايدن خلال لقاءاته التأكيد على دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وعلى دعم بلاده الثابت الجناح الشرقي في حلف الشمال الأطلسي مجموعة بخاريست 9 تضم أعضاء في حلف الناتو من شرق ووسط أوروبا وأغلبها دول كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفيتي السابق ووسط الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وموسكو أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن وخلال وجوده في بولندا أكد أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تسعى لمهاجمة روسيا مضيف أن الحرب في أوكرانيا غير ضرورية بل غير ضرورية ورئيس بوتين هو من اختارها أتحدث مرة أخرى مع الشعب الروسي الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تسعى لمهاجمة روسيا وبنسبة لملايين المواطنين الروس الذين يرغبون العيش بسلام فإن هذه الحرب غير ضرورية بل هي تراجيدية اختارها الرئيس بوتين فهي حرب من صنعه المسألة بسيطة على بوتين أن يتوقف عن غزو أوكرانيا وبذلك نسدل ستار الحرب هذا ويعقد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اجتماعات متواصلة تهدف إلى تنسيق عروض الدول الأعضاء من الأسلحة والذخيرة وفق الاحتياجات التي قدمتها كييف المصادر الرسمية في الكتلتين الأطلسية والأوروبية لا تخفي الصعوبات التي تواجهها قواتها في تأمين الذخيرة اللازمة التي تحتاجها أوكرانيا في الاجتماع الثلاثي الأول بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أكدت الأطراف الثلاثة على أهمية إسراع وتيرة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة والذخيرة لصد الهجوم الروسي المرتقبي بعد عام عن إطلاقه الغزو الروسي لا نرى أي مؤشر على أن الرئيس بوتين يعد للسلام بل بالعكس ومثل ما أكده اليوم فإنه يعد بالمزيد من الحرب الدول الغربية حسمت مسألة تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبار الألمانية وتشالنجر البريطانية وأبرامس الأمريكية لكنها تواجه صعوبة حقيقية تتمثل في نقص الزخيرة أمام خصم يطلق 50 ألف قذيفة في اليوم حسب المصادر الأوروبية اتفقنا على العمل بصفة مكثفة للإجابة على ثلاثة أسئلة كيف يمكننا تسويق المنتجات العسكرية بصفة فعالة كيف ننتج وننظم بيع الأسلحة والذخيرة وكيف يمكننا نقلها إلى أرض المعركة مصدر وزاري ذكر أن كييف طلبت تزويدها بمليون قذيفة كلفتها تبلغ أربعة مليارات يورو دول الاتحاد الأوروبي تتشاور فيما بينها حول إمكانية تمويل الاتحاد عملية إنتاج الأسلحة والذخيرة الحربية على الصعيد الأوروبي عملية محقدة وغير مسبوقة نبحث إمكانية إسرائيل وتيرة نقل الأسلحة والذخيرة من دول الاتحاد إلى أوكرانيا وتتوالى ألية صندوق السلام الأوروبي دعم أوكرانيا منذ بداية الحرب وقد بلغت مساعدات الاتحاد والدول الأعضاء العسكرية لأوكرانيا 12 مليار يورو في العام الأول من حرب أوكرانيا زودت دول الناتو قوات أوكرانيا بكميات الهائلة من الذخيرة جزء منها سحب من الاحتياطيات الإسراتيجية لكل منها وتتوجب الآن إعادة تشكيلها أمام الدول الغربية أسابيع قليلة لنقل الدبابات الثقيلة إلى أرض المعركة وتوفير الذخيرة اللازمة عملية معقدة قد يصعب تنفيذها في وقت وجيز يعد فيه الطرف المقابل أي روسيا هجوما واسعا نطاقي حسب تقدير المصادر الرسمية هنا مردين الفريض العربية بروكسل قبل الذكرى الأولى للحرب الأوكرانية تتوالى زيارات القادة الغربيين إلى كييف لإظهار تضامن فبعد الرئيس بايدن وصلت رئيسة وزراء إيطاليا إلى كييف وفي الأفق أيضا زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى العاصمة الأوكرانية في مارس المقبل في هذا السياق مشاهدين قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من كييف قالت إن بلادها تدرس تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وأكدت ميلوني أن منح أوكرانيا طائرات مقاتلة غير مطروح لنقاش بعد وأن اتخاذ مثل هذه الخرارات يتم بالتشاور مع شركاء الدوليين عندما تتعرض دولة ما للاعتداء فإن جميع الأسلحة التي تطلقاها تكون عبارة عن أسلحة دفاعية والآن لم يعد توريد الطائرات لأوكرانيا مطروحا على الطاولة وأن اتخاذ مثل هذه القرارات يتم من خلال التحدث إلى الشركاء الدوليين نحن نركز في هذه المرحلة بشكل أساسي على مسألة أنظمة الدفاع المضادة للطائرات هذا وعربت أوكرانيا على لسان سفيرها في باريس عن أملها في أن يزور الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كييف في مارس المقبل لكن مصادر دبلوماسية فرنسية أكدت أن ماكرون لا يريد زيارة كييف خالي الوفاض بل يأمل في الذهاب إليها حاملا وسائل دعم ملموسة عبر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليم عن شكره للسعودية بعد إذاعيها مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني وقال إن السعودية صاحبة رؤية مسؤولة تجاه اليمن ولطالما ساندت اقتصاد بلاده وخففت من معاناة شعبه بدوره أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك بالوديعة السعودية مؤكدا أنها ستدعم جميع مؤسسات الدولة اليمنية وأضاف عبد الملك في تصريحات للعربية أن الوديعة السعودية ستسهم في تحقيق الاستقار النقدي وستدعم قدرات البنك المركزي اليمني لوفاء بالتزاماته وأشار أيضا إلى أن اليمن يواجه تحديات كبيرة في ظل التهديدات الإرهابية للميليشيات في ملف محاكمة الرئيس حركة النهضة في تونس قرر قاد التحقيق بالقسم القضائي لمكافحة الإرهاب واصلة التحقيق مع راشد الغنوشي حيث فيمثل غدا الخميس أمام القضاء بتهمة لقاء عناصر من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي مرة أخرى يمثل أمام قطب القضاء لمكافحة الإرهاب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتهمة جديدة تتمثل في استعماله كلمة تاغوت وهي العبارة ذاتها التي كان يستعملها تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور في تونس عندما كان يؤبين أحد أنصار النهضة التصريح واضح لكن الغنوشي يسر على ركوب صهوة الهروب إلى الأمام الغنوشي متهم أيضا بلقاء عناصر من تنظيم أنصار الشريعة الإرهابية أما المخطط قد يكشف عنه البحث عن لمثوله الخميس المقبل أمام قطب مكافحة الإرهاب القضايا المرفوعة ضد الغنوشي وغيره اعتبرت تعافيا للسلطة القضائية تعافي القضاء سيفتح بابا لبحث كل القضايا العالقة وهذا سيحتاج إلى الكثير من الوقت لأن القضايا الإرهابية ليست قضية سرقة بوصوفة يمكن أن يتم إثباتها على سرق وبالتالي تحتاج إلى وقت حاجة الجهد وتشهد تونس موجة إيقافات لعدد من المتورطين في قضايا فساد وتآمر على أمن الدولة تنظر فيها الدوائر القضائية المختصة بعد تعافي المؤسسة القضائية وتخلصها من سيطرة الأخوان تعددت التهم المواجهة لراشد الغنوش بين قضايا الإرهاب وتبييذ الأموال والفساد في انتظار استكمال التحقيق معه بوصفه المسؤول الأول عن العشرية السوداء ومهندس ما رفقها من أحداث وليت عبدالله العربية تونس تجري الصين واليابان اليوم أول محادثات أمنية رسمية بين البلدين منذ أربع سنوات وسط انزعاج معلن من بكين من زيادة طاكيو لإنفاقها الدفاعي وقدراتها العسكرية في منتقدت اليابان العلاقات العسكرية بين الصين وروسيا والاشتباه في استخدامها لمناطيذ تجسس وكانت اليابان أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستضاعف الإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة أما الصين التي زادت الإنفاق الدفاعي 7.1% العام الماضي فتنفق أكثر من أربعة أضعاف ما تنفقه اليابان على قوتها قال قاضي المحكمة الجزائية في نيويورك جوردانيالز إن ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا يحق لهم الحجز على ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني محكمة أمريكية تعلن أنه لا يحق لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر الحجز على أصول البنك المركزي الأفغاني السمح للضحايا بالحجز على ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار من أصول المركزي الأفغاني سيكون اعترافاً بأن طالبان هي الحكومة الشرعية في أفغانستان الدستور يمنعني من الإقرار بأن طالبان هي الحكومة الشرعية لأفغانستان لأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعترف بها هذا ما صرح به قاضي المحكمة الجزائية في مانهاتين جورج دانيالز حجز الأصول المملكة للبنك المركزي الأفغاني يتطلب الإقرار بأن طالبان هي الحكومة الشرعية في أفغانستان وكانت أربع جماعات دائنة قد رفعت دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص وكينات وحصلت على أحكام غيابية وفي ناحية النشر مشاهدين نذكر بأبرز العنوين هزة بقوة أربع درجات فاصلة أربع في أعماق البحر المتوسط يحتد صداها في تركيا ولبنان والأراضي الفلسطينية هيئة الأركان الأوكرانية تؤكد صد هجمات روسية عنه فعل دونباس قبل يومين من ذكرى بزء الحرب وسط سباق في التسلح الصين واليابان تجريان أول محادثات أمنية رسمية منذ أربع سنوات نهاية هذه النشر مشاهدين شكرا لحسن المتابعة وكونوا بعافية شكرا لحسن المتابعة وشكرا لحسن المتابعة وشكرا لحسن المتابعة